السلام عليكم ومرحبا بكم معنا انا شغط الوصفات اليوم هو الطبق سردين فخصي بالروز والسلق بزاف بني اللبنات ويجي زاكي ونقدر نديروه حتى في رمضان الناس اللي يتشاهه وفي رمضان يجي بزاف هاي اللي يعني ما فيش ما يجيش قاسح السردين ديالو يعني في الريحة وفي الدوق يجي بزاف هاي اللبنات اول شي نبدو فيه درت كي ما كشتوني اللبنات درت البصل دبلتهم بشوية زيت وشوية ملح حلا بلكم البصل دي ما نديروه الملف عشي دبالينا بالخف في مقلة كي ما راكو تشوفو البنات بعد ما دبالي زيتلو شوياتهم كي ما راكو تشوفو زيتلو انا هنا يارا ستعتون بيسك السلقي بيسك يعني ممس السلق والسردين يحبوه فيز وجي حبوتهم بعدها جبت ربطات على السلق كي ما راكو تشوفو قطعتها رقيق رقيق وشليلتها مليح مليح وحطيتها فوقهم غطيت المقلة ديالي بلغطيوا هكا بشي دبالي هادك السلق وبعدها عاوتوا ولدو كالسردين ديالي بعد ما نقيتو نحيط له السرسور ديالو وستنحيط له هادوك في الظهر يعني هادك الشوك ليجي في الظهر زي عانف ليجوا في الظهر نحيطهم له يعني نقيتو كامل كي ما راكو تشوفو فيه جبت باطية كويسة وقعت نستفو فيه كي ما راكو تشوفو به هاد طريقة يعني الجيهة العريضة نديروها من الفوق وين الضعكها هادك نديروها من تحتها وما نخلوش الفيد ما بين الحبه والحبه البنات نديروهم شغل نستفوهم وحد كي ما راكو تشوفو البنات انا هنا حبيت نديروهم فاقسي يعني الشكل ديالوما يجي شغل السردين راهم عمر من الداخل بالروز والسلق حبيتو ديروها رولي زيدو وطولو الحالة انا هنا درت 3 رونجيه تاع سردين انتوما ديرو 4 او 5 رونجيه تاع سردين كي ما عاوتوا ليت السلق ديالي البنات كي تبالي زيتلولي 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 عكري ولما كانوش عندكم دلالي صارت قدروا تديرو العكري حار لبنات انا درت العكري الحلو درت الكركم درت فلفل كحل درت زنجابيل درت كمون ودرت شوية تاع حبة الحلاوة لبنات جي بزف في السردين يجي بزف بنين بحبة الحلاوة سوقتو ولا درناها في الظلمة ولا درناها عجيجات مقليين ايجوا بزف هاي لبنات في الاخر كامل ضفت هادك الروز ديالي اللي كنت غليتو في شويامة ما درتلوش الملح لبنات بيس كل ملح اللي درتو في السلق وفي البسر كما راكو تشوفو بعد ما نشوف ليه كامل حطيتو بجهي برب عاوت وليت السردين ديالي هادك اللي كنت ستفتو كما راكو تشوفو بدرتلو اليمام لزيبيس يعني لزيبيس نفسهم اللي درتهم كامل كما راكو تشوفوها كارشات خفاف خفاف والملح ما ننساوهاش لبنات تانيت بعدها نجيبو لفاخ سعنا اللي اخدمناها بالروز وبالسلق كما راكو تشوفو لبنات يعني الفيديو راهم مو وتضح نفسو انه نفرشوها كامل فيه هاكدا نصطفوها كامل باش دي الشكل ديالها شباب نصطفوها كامل واستحسنت كلها فاخص بردا البنات هاكدا باش ما يتقطعناش السردين ديالنا ويقعد الشكل ديالو الخارجي الشكل شباب كما راكو تشوفو انا حنديرو فاخصي البنات حبيتو تديرو هرولي كما قلت لكم زيدو اطولو فرنجية تتع السردين انا هنجتوني درت 3 انت وما كملو ديرو 4 ولا 5 باش كتري ترولي ويه كتلي لادرة باش كتري ترولي ويه يجيكم الداخل يعني شو اللي رولي هاكدا البنات دوكا وش نديرو بهادك البابي كويسون لي فرشناه ما نحوهش البنات منو نحو غير هدك النيلون اللي درتو هاكا باش تجيني الخدمة سهلة ما تعينيش نعودو ندوروه في البابي في البنات شوفو كيفاش ندورو هاكدا هذا الكيمي قولو لاكوش الولانية ونعقد في الطرف منو من نعقدهم باش ما يخرج ليش لا فاخص ديالي نزيد لها دوزيام هاكا باش نتأكد بلي ونضمن بلي ما بتخرجيش لا فاخص ديالي نزيد لها الدروازيان هادي هي البنات شوفو كيفاش نوريتها كامل يعني هاكا باش نضمن بلي لا فاخص ديالي مشي حتخرج لي شوتو كندخلو هالفور عباكم بلي تنفخ شوية يعني من ذاك الماتع تعطيها بيخرجي شوفو البنات ها دخلتها للفور بعدها تقوبتها البنات بالمطرقتع شوانا تقوبتها هاكيشتها بدت تخرجت يعني تعمرت بهذاك المرقة ديالها وسيتها تقوبتها وخليتها حتى تحملتها كيمارا كامل كيمارا كو تشوفو شعت لها من فوقها كيشتها حمارت يعني السردين ما فيش نروح بالخفي طيب وبالخفي يوجد نحيت لها البطي في فيل ديالنا نحيتها كامل تجي سهلة لبنات سهلة ما تديرون جيكمش كامل وهوليك طبق ديالي قدمتو بالسوستومات كيمارا كو تشوفو شوية بطمقلية حبيتوا درو لها مرقة بيضا تاني تجي بزاف بنينة مرقة بيضا دروها بالشامبينيون تجي بزافها الى لبنات تقدروا تديروه من في رمضان وهذا هو الطبق دعنا نقول لكم ان شاء الله يعجبوكم الفيديو ديالي والوصفات الديالي وما تنسونيش خياتي بالجام والبارتاج ونقول لكم سلام خياتي الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفة جديدة سلام